مع بداية فصل الخريف والتقلبات بحالة التقص يصبح جسم الإنسان عرضة للعديد من التغيرات والمشاكل أهمها ما يطول الجلد والبشرة وطبعاً مناقشة هذا الموضوع أكثر أن نرحب الآن بضيفنا داخل الستوديو الدكتور محمد صدقي سعادة أخصائي أمراض جلدية أهلا وسهلا فيك شرفتنا يعني بالبداية دكتور محمد حابين نتحدث شوية عن سبب التغيرات التي تطرق على جسم الإنسان خاصة الجلد مع التغيرات بحالة التقص والانتقال من فصل الآخر خاصة فصل الخريف هي الانتقال في الفصول أو الاختلافات في درجات الحرارة بش بس على الجلد بتأثر بتأثر كمان على كل شيء من أمراض داخلية وأمراض جلدية وأمراض كثيرة يعني مش بس هيك ما انتعار في الرشوحات والإنفلونزا والنزلات الصدرية كلها بتيجي من تقلبات درجات الحرارة نعم والجلد كمان بعاني من هيك شغلات يعني احنا عنا في مرض معين حتى بنسميه اسمه خالي الوردية هذا بيجي بالتقلبات التقص أما المشاكل الرئيسية اللي بتواجهنا في فصل الخريف لأنه هذا الفصل اللي بتتداخل في الصيف مع الشداء صحيح في درجات حرارة عالية وفي عنا هبات من الشرقية والهواء الساخن والمغبر كمان وفي عنا الأمطار يعني هذا الفصل من السنين يتداخل بين الصيف والشداء صحيح فعنا الأمراض الناتجة عن ارتفاعات درجات الحرارة في فصل الخريف اللي هو الجفاف الجلدي اللي بيصيب أنا كنت رح أسألك بانت استبقت الحديث عن التأثيرات وفعلا الأعراض اللي بتصيب جلد الإنسان وبشرته بفصل الخريف الضبط هذه الاختلافات في الأجواء الاختلافات في الطقس يعني السبب الرئيس يعني أهم إشي عنا إحنا بيكون في الجفاف الجلدي بيطلح لكثير الإيدين المناطق المعرضة للهواء الجاف الوجه والإيدين المناطق المكشوفة يعني بتتأثر كثير بهذا الطقس الجاف الشرقي فبالتالي بيجف الجلد فكثير ناس بتيجي تشكي من جفاف جلدي نتيجة الهواء كمان في الإشي الثاني يعني اللي هو بدخل عنا الشتاء والبرد بيكون الإنسان درجة حرارة كويسي بدخل للبرد فبتعرض لتثليج الإيدين والإجرين والتبريد يعني السقيع اللي بصير في الإيدين والإجرين التورم الأصابع واللون الأحمر الداكن هيك شوية مع الأوجاع اللي بتيجي عند ارتفاعات في درجة الحرارة يعني هني أكثر إشي من الشغلات اللي بنشوفهم في فصل الخريف طبعا فيه أمراض جلدية أخرى مثلا الصدفية بتزداد في هذا الوقت من السنة خصص الحديث عنهم أكثر الأمراض الجلدية والمشاكل الجلدية اللي بتصيب البشرة خلال فصل الخريف يعني حكينا في المقدمة عن الجفاف الجلدي والجفاف طبعا كل الناس بتتعرض له بتعرف له ومعروف يعني الجفاف الجلدي من الشرقية بيحكون الناس هيك يعني بالصفة أمي في عندي كمان تساقط الشعر في فصل الخريف هذا باب لحالة الشعر حجاتنا في نابلس يعني بيقول ليك ما هو ليش شعرك بيسكت ما هو من الخريف بتسكت بس إحنا مثل وراء الشجر مثل وراء الشجر بس إحنا بنعزيهاش لهذا الشي بنعزيه للتقلبات في درجات الحرارة وتركيز الدهن في فروة الرأس يعني بس هنا حبينا نحكيها لأنه كثير في نابلس عندهم هاي الإشاعة يعني أنه في الخريف شعر الناس بسقط يعني فحكينا عن الجفاف عن تساقط الشعر ونحكي عن التثليج أو السقيع اللي بيصيب الإيدين والرجلين والأطراف الأخرى كمان يعني زي الأذن زي المقدمة الأنف يعني السقيع اللي بيصيب الأصابع الإيدين والإشعين بالشتاء ممكن أنه نتفادى مع بداية فصل الخريف يعني إحنا على طول بنسمع أنه ممكن يكون في علاج مسبق بس قبل فصل الشتاء أكيد أكيد يعني أي مرض في مجال للوقاية والسقيع هذا كمان إحنا أهم إشي ما نعرضش حانا لتقلبات شديدة لدرجة يعني إيديك يكون فيه مية سخنة ومن ثم ينتقلوا إلى منطقة باردة جدا يعني الوقاية هي هون المحافظة على درجة حرارة معتدلة نلبس نحط إيدينا في مية ساخنة كتير أو باردة كتير أو ما نتعرضش للجو وفي عنا كمان أشغلات إحنا أنا باعتمدها كثير وباعتمد عليها كثير اللي هي الكلس في الشتاء مقدب قبل الشتاء نأخذ الكلس يعني ممكن زيت السمك زيت السمك كويس بس مش كلس الكلس اللي موجود في الحليب موجود في اللبن موجود في الأجبان موجود الكلس يعني عنصر بساعد أول شيء في حركة هذه معلنا كتير حلوة يعني للي بعانوا من التتليج بالشتاء فإحنا جزء من علاجنا بيكون في الكلس يعني كمان لو بيجي عنا مريض بشكو بنعالجوا بالكلس بنعالجوا بالحبوب بتوسع الشرايين والأوعية الدموية حتى إذا يتدفق دم بزيادة على المناطق المصابة وبالتالي بترتفع حرارته وبطيب المريض منهم وعدا عن الدهونات الموضعية اللي بنعطيهم إياها مشان تفادي الحكي وأيام من كثر ما بنتفخ بتورى من الإصبع ممكن إنه ينفزر يصير ينزل وينزل منه سيرم والبلازمة والتباعي الدم فلذلك هاي يعني بدنا نداركها هاي الشغل يعني نعم ما نستناش لحتى ما إنه الجلد يفتح صحيح طيب دكتور في عادة منتشرة يمكن عند أغلب السيدات هو يعني عمل تقشير للبشرة مع بداية كل فصل أو موسم جديد هل وقته صحيح بفصل خريف أو لا التقشير هو عادي متبع طول أيام السنين يعني مش بس والعكس بتشوفيها في الربيع والصيف أكثر نعم لأنه الطشرات وشمات الهو والمناسبات أكثر صحيح فالتقشير يعني ممكن يعني يزيد حالة الجفاف لأنه التقشير بشيل طبقات الجلد العليا اللي هي عادة بتحمي الجلد من درجات الحرارة من الالتهابات الميكروبية فبتحمي الجلد فإحنا لما نقشرها ونزيلها بنعطي الجلد حساسية أكثر يعني بصير الجلد حساس أكثر سواء للشمس سواء للهواء الجاف يعني فالتقشير في هذا الوقت أنا بعتبره غير مناسب يعني نهائيا آه مش مناسب طب خلينا نحكي عن طرق الوقاية لبشرة ونظارة البشرة خاصة للسيدات بفصل الخريف عشان نحافظ عليها من أي جفاف من أي يعني مؤثرات أو مشاكل جلدية طفيفة طبعاً لحالة الجفاف الجلدية يسترعي أنك تحط مطريات جلدية لتعيدي للجلد حيويته نعم ما معنى الجفاف أنه الدهنيات اللي موجودة أو السواء اللي موجودة في الجلد انفقدت فبالتالي بجف وبتشقك فإحنا بقابل ذلك بدنا نعود هذه الظاهرة يعني نعطي له سوائل بزيادة نعطي له مرتبات بزيادة لحتى ما نحافظ عليه وفينا نحافظ على الجلد قبل الإصابة يعني كبيراً ليش ما فيها مانع الواحد لما يتعرض للشمس يحط واقيات شمس لما يتعرض بره يحط كريمات مرتبة للحفاظ على درجة الرطوبة في الجلد جيد طب تكتور محمد يعني الناس اللي بيكون عندها مشاكل جلدية مزمنة بيكون تأثير فصل الشتاء وأجواء الخريفية والجفاف أكتر عليهم نعم في عنا حالتين مرضية تدولة كثير بيزدادوا عنا أو بيكتروا عنا في فصل الشتاء اللي هي الصدفية والالتهابات الدهنية معروف أنه الشمس من الأسباب العلاجية الجيدة للبشرة الدهنية بتخفف من دهنيات البشرة فبالتالي في الصيب بتشوفيش هاي الظاهرة في الشتاء ظاهرة الالتهابات الدهنية كشرة الرأس الإحمرار حوالي الأنث مثلاً الصدر بين الكتاف تساقط الشعر كمان لأنه بتزيد الدهنيات فيها هذه بتزيد في فصل الشتاء من الأمراض الأخرى اللي هي الصدفية كمانا الصدفية مفهوم عنه أنه مرض شتوي بيزداد في هذه الفترة فبنوجه مريضنا أنه ما تستنى آخر الشتاء بتعالجه لحتى ما ينتشر كلياً لا في البداية هو خفيف عالجه في البداية يعني أكي طب خلينا نرجع شوي للشعر وأسألك بما أنه مثل ما حكينا بالبداية أنه من المتعرف عليه أنه تساقط الشعر بفصل الخريف وبهذا الموسم هل فعلياً مهم لجسم الإنسان أنه يتجدد الشعر يتساقط ويرجع يبنيه من جديد؟ ماشي أنا ما بديش يأخذوها المستمعين أنه أنا بحكيها أنا كل تحجات نابلس أنه في فصل الخريف بسكت الشعر هو الشعر يتساقط في جميع عوقات الإنسانية لكن ما بيزيد يعني بفصل الخريف؟ في جميع الفصول في جميع الأشفر في جميع الله لأسبابها مختلفة لأنه تساقط الشعر أسباب كثير مختلفة إنما يعني الخريف زي ما حكينا اللي بزيد تساقط الشعر في الخريف اللي هو دهنيات البشر نعم فكلما كانت الدهنيات أكثر تركيزها أكثر في الجلد كلما كانت التساقط أسهل فيغسيل الشعر بشامبوت الشعر الدهني يعني بساعد في المحافظة على الشعر أكثر وعدم استخدام المرتبات للشعر عدم استخدام المرتبات للشعر لكي لا يساعد في هذا التساقط طيب لنفرض أنه صارت المشكلة وتأزمت عند المشاهدين وبدهم العلاج والحل لا أيش للتساقط للشعر للبشرة الجد والشعر كمان للتساقط البشرة زي ما حكينا في عندنا الأسباب الوقائية اللي هي ترطيب البشرة وفي حال أنه صارت حدثة حدث المرض اللي هو التشكك الجلدي نتيجة الجفاف طبعا نلجأ للأدوية نعم في الحالة هاي ما بكفينا المرتب نلجأ للأدوية في حالة التثليج والصقيع كمان ممكن نلجأ للأدوية لحتى ما نريح المريض طبعا فيه شغلات بداية اللي هي شغلات خفيفة نستخدمها في البداية بس إذا المرض وصل بدك علاج يعني بدك علاج رصبا بتوقع كمان بمشكلة الجفاف إنه بحاجة لسوائل أكتر فلو تحكينا أكتر عن الأغذية المناسبة لهاي الفترة بالله إحنا عنا كل الأغذية جيدة كل الأغذية مناسبة طبعا يعني مفهوم الناس إنه كل ما كان للسوائل أكتر كل ما كان الجلد أرطب وفيه مننا هذا الحكي بس الرطوبة اللي إحنا بنعتمدها رطوبة خارجية وليست من المشروبات يعني نعم مفهومنا كمان لتنعيم الجلد اللي هو فيتامين A آها هاي اللي موجود في الأوميغا ثري واللي موجود في السمك واللي موجود في الجزر واللي موجود في التفاح هذا مفهومنا عنه إنه هذا الفيتامين بيرطب الجلد وبنععم الجلد آه فإذا أخذوا الزيت السمك في الشيطة كمان كويس يعني منها بيدفة ومنها بنععم الجلد أو شو كمان من الفيتامينات المهمة أكثر شي هذولة تنتين هذولة تنتين آه بيتامين A والبيتامين والأوميغا ثري هذا آها طب حبي نهيك نسمع منك نصيحة أخيرة لجميع اللي بيشاهدونا فيما تعلق بالتأثيرات كلها لبطول جسم الإنسان بفصل خريفة وبفصل الشيطة لحتى يتفادوها لازم نوجه كمان كلمة للي بدهم روحها على الزيتون آها هاي مهمة كتير هذا في الزيتون الجفاف بتعرضوا للغبار وبتعرضوا للجفاف وكمان بتعرضوا للشمس فهنا بدهم يستخدموا واقيات الشمس وبدهم يستخدموا مرطبات جلدية لحتى ما أنه ما يصلوش لمرحلة الجفاف أو من الشمس للكلاف والاسوداد البشرة فهذه هاي الملاحظة لأنه هلأ موسمه آه طبعا موسم ما قد في الزيتون ضروري أنه يعني نقدم لهم النصائح العديدة لحتى يحافظوا على صحة البشرة صح يحطوا واقيات الشمس ويعتمدوا كمان على الحمايات يعني يلبسوا طواقع يلبسوا كم طويل يعني ما يتعرضوش كثير للشمس مشان ما يصرش عندهم العوارض اللي معهودة للشمس يعني أكتر ناس عرضهم حاليا آه طبعا بالتبط بيارد أحيي وجودك معنا واتشكراك شرفتنا ويسعد صباحك قرب صباح